بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم الدرس الثاني عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شرع لعباده في شهر رمضان أنواعا من الطاعات ليتقربوا إليه بها فيعظم أجورهم ويرفع بها درجاتهم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذا اللقاء عن صلاة التراويح من حيث مشروعيتها وفضلها وعدد ركعاتها أما مشروعيتها قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذا الشهر بمزيد اجتهاد ويحث على اغتنام أوقاته بالأعمال الصالحة عموما وبصلاة التراويح خصوصا فصلاة التراويح سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها لياليا فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها وصار الصحابة يصلونها في المسجد أوزاعا متفرقين ويقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد واستمر على ذلك عمل الصحابة ومن جاء بعدهم أما فضلها فقد قال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصر فكتب له قيام ليلة ففي هذا ترغيب في قيامها مع الإمام فصلاة التراويح مع الجماعة في المسجد أفضل وإن صلىها منفردا في بيته جاز ذلك إلا أنه خلاف الأفضل فلا ينبغي للمسلم تركها والتساهل فيها لأنها تعطيه إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى ثوابا جزيلا هو بحاجة إليه أما وقتها فيبدأ بعد صلاة العشاء الآخر مباشرة لأن الناس كانوا يفعلون ذلك على عهد عمر رضي الله عنه وعدد ركعاتها أما عدد ركعاتها فليس له حد محدود وإنما هذا يرجع إلى رغبة المصلي وكيفية الصلاة التي يصليها من تطويل أو تخفيف فمن كان يطيل القراءة والركوع والسجود فإنه يقلل عدد الركعات ومن كان يخفف الصلاة فهذا يكثر عدد الركعات أما تخفيف الصلاة وتقليل عدد الركعات كما يفعل كثير من الناس اليوم فهو خلاف السنة قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له أن يصلي عشرين ركعة كما هو المشهور من مذهب أحمد والشافعي وله أن يصلي ستا وثلاثين ركعة كما هو مذهب مالك وله أن يصلي إحدى عشرة ركعة وثلاث عشرة ركعة وكل حسن فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب صلى بهم عشرين ركعة والصحابة رضي الله عنهم منهم من يقل ومنهم من يكثر والحد المحدود لا نص عليه من الشارع صحيح وكثير من الآئمة في التراويح يصلون صلاة لا يعقلونها ولا يطمئنون في الركوع ولا في السجود والطمأنينة ركن والمطلوب في الصلاة حضور القلب بين يدي الله تعالى واتعاضه بكلام الله إذا يتلى عليه وهذا لا يحصل في العجلة فتقصير القراءة مع الخشوع في الركوع والسجود أولى من طول القراءة مع العجلة المكروهة وصلاة عشر ركعات مع طول القراءة والطمأنينة أولى من عشرين ركعة مع العجلة المكروهة لأن لب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله عز وجل ورب قليل خير من كثير وكذلك ترتيل القراءة أفضل من السرعة والسرعة المباحة هي التي لا يحصل معها إسقاط شيء من الحروف فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة لم يجز ذلك وينهى عنه وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه فحسن وقد ذم الله الذين يقرؤون القرآن بلا فهم معناه فقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي تلاوة بلا فهم والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه والعمل به لا مجرد التلاوة انتهى كلامه رحمه الله وهو كلام واضح جيد في الجمع بين أقوال العلماء في عدد ركعات التراويح وأن ذلك بحسب نوعية الصلاة من حيث الإطالة والتخفيف وأن تقليل عدد الركعات مع ترتيل القراءة والطمأنينة في الركوع والسجود خير من تكثير عدد الركعات مع العجلة في القراءة وعدم الطمأنينة في الركوع والسجود وكثير من أئمة المساجد في وقتنا هذا لا يراعون هذا بل يجمعون بين الإساءتين تقليل الركعات مع العجلة المخلة في القراءة وعدم الطمأنينة في الركوع والسجود لينصرفوا مبكرين حتى إنهم يتباهون بذلك أيهم ينصرف قبل الآخر وهم بهذا يحرمون أنفسهم ويحرمون من خلفهم ثوابا عظيما ويتلاعبون بالعبادة لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة والركوع والسجود وكان السلف الصالح يطيلون صلاة التراويح فكان القارئ يقرأ بالمئتين في الركعة ورئ أن عمر جمع ثلاثة قراء فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ بالناس بثلاثين آية وأوسطهم بخمس وعشرين آية وأبطأهم بعشرين آية في الركعة الواحدة وكان في زمن التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في ثمان ركعات فإن قرأها في اثنتين عشرة ركعة رأوا أنه قد خفف ونحن لا نطالب أئمتنا اليوم بمثل هذا لضعف الهمم وغلبة الكسل ولكن سقنا هذا للمقارنة بين حالة السلف وحالتنا في صلاة التراويح ليحصل الاقتداء بهم ولو نسبيا وإن زاد المسلم على صلاة التراويح فصلى من آخر الليل فذلك زيادة خير وهو أفضل لأن آخر الليل وقت النزول الإلهي الذي يقول الله تعالى فيه هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب ولا سيما في العشر الأواخر من رمضان ففي الصحيحين كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر وروى الترمذي وصححه إذا كان في آخر الشهر دعا أهله ونساءه وقام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح يعني السحور وكان الصحابة والتابعون يمدون الصلاة في العشر الأواخر إلى قرب طلوع الفجر هذا ومن مقاصر صلاة التراويح والتهجد جماعة خلف الإمام أن يسمع المصلون كلام الله تعالى فينبغي أن يقرأ القرآن كله في ليالي صلاته قال شيخ الإسلام بن تيمية قراءة القرآن في التراويح سنة باتفاق المسلمين بل جل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله فإن شهر رمضان فيه أنزل القرآن وفيه كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن انتهى وينبغي قراءة القرآن بترتيل وتدبر وتحسين صوت لأن ذلك أوقع في النفوس وأنفع للقلوب ولا يسرع في القراءة سرعة تفوت عليه النطق ببعض الحروف وتمنع من خلفه من الاستمتاع بكتاب الله عز وجل والتلذذ بسماعه بل ذلك من التلاعب بكتاب الله هذا ونرجو الله للجميع التوفيق والقبول والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته